سلام عليكم العم يزيد يرحب بكم والفتحية يهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا فالعم يزيد يرحب بكم والفتحية يهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يبلقاكم اقلبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم والفتحية يهديها لكم لا 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 ما احلى رؤياكم نورتو يا احبابنا ان شاء الله يهنا بالكم في ذلي لمعانا فالعم يزيد يرحب بكم والفتحية يهديها لكم ما احلى رؤياكم نورتو يا احبابنا ان شاء الله يهنا بالكم في ذلي لمعانا العم يزيد يرحب بكم والفتحية يهديها لكم شكرا 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 والله شرف 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 عديم اني نتقسم معكم هاد الفرحة اليوم على بالي بلي بتيت عليكم بتيت عليكم بتيت عليكم بتيت عليكم معليش الناس بكري يقولوا المليح يطول وكذلك اطفال مدينة اليمسان وولاية اليمسان والولاية المجاورة كذلك اليوم نرحب بكم اذا هاد الحفل مباشرة من قصر التقافة بمدينة اليمسان مدينة الفن والحضارة هاد الحفل تحت رعاية سيد الولي بالتنسيق مع مدنية الغابات كامل الناس شاركوا في هاد الحفل بش ينجح حتى مجمع الشروق الإعلامي شركة رامي وشركة شيبس مهبول كذلك حبوا يتقسموا معكم هاد الفرحة شكرا 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 مارس كان عيد الشجرة يعني اليوم الوطني للشجرة شكول يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي للبيئة اليوم العالمي للبيئة وقتاش شكول يعرفوا اليوم العالمي للبيئة شكول أعطي لهم الميكرو أعطي لهم الميكرو أعطي لهم الميكرو اعطي لهم الميكرو شكول صديقنا كيف اسمك والدي؟ نور الأحسن الله يبارك اسمك شباب نور على النور إن شاء الله يا والدي وقتاش اليوم العالمي للبيئة؟ خبتاش ويليا خطة جوال خطة جوال أي ماما قلت لك بشي خمسة جميل يا خمسة جوال نقبلوها منو الإجابة نقبلو الإجابة شكول يقول نقبلوها رفديدو شكول يقول ما نقبلوها رفديدو الحمد لله كانوا متسامحين أكثر يا أطفال لازم تكونوا متسامحين يا أخي على بالك علش لازم تكون متسامح لأن هذا الوضعية اللي هو فيها صديقك ممكن أنك انت تكون فيها لازم تكونوا متسامحين لتعايش في المجتمع يا أخي يا أطفال هذا وعد لازم نتسامحوا بيناتنا أعطوا لي جيبوا لي النور تعالى تعالى وره نور تعالى وره نور يا الله تعالى طلعوا لي النور أروح والدي إذن يا أطفال اليوم العالمي للبيئة هو يوم خمسة جوان هو اليوم العالمي للبيئة وكيفاش نحميوا البيئة تعنا على بلكم كيفاش تعالى نور أروح والدي أعطوا لي الهدية تعوه أعطوا لي الهدية تعوه عمريك نور 11 11 11 يوم 11 عام 11 عام 11 شهر 11 عام آه الله لحسبت 11 11 شهر 12 عام ما يذكر ومسانة تقرأ ولي متواسط الله يبارك ما حل يجبت معدل عشرة عشرة على وش؟ عشرين ساة عشر شحل جبت عشرة على ساة عشر عشرة على عشرين شحل معدلتك عشرة عشرة على شحال يعني العشرين آه دكتور يعني متوسط ودركة من هاد اليوم تزيد شوية في المثابرة ولا تزيد وراي ماماك ماما ماما ترفديدها وراي ماماك وراي هنا هنا هادي هي مدام ركيت السمعي أو أعطاننا وعد رمقاعي السمعو هنا نحبو نعرف المعدل تعوف الفصل الجاي حنا ما نقولولك ش بزاف أبدا بالتنعش ولا بالتلتعش الأقل ومن بعد نزيدو عبالك حنايا مدم تعطينا مدم نحبو أكتر الله غالب ياخي مدام نحبو نعرفوش حال يجيب الفصل الجاي هدا وعد وعد خلاص ذكريه به مدم إذن راعي البرنامج مع عمو يزيد وراعي هاد الحفلات رامي يهديك هاد الهدية المتوضعة إن شاء الله تستفاد بها تفضلوا لدي شكرا العفو العفو لدي العفو 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 وقال أنو البيئة تعنا مهم جدا حمايتها كين عدة عدة مراحل وعدة سيدي ستريو يعني الإنسان لازم يكون عنده أفعال لعيرادية مثلا تسيب كاغت فلوت لازم ترفضو مثلا ما ترفضش الكاغت تديرو في جيبك تديرو فصك مهم جدا لعدم رمي النفايات كين حاجة مهمة تاني لحماية البيئة هي أد تعرفيها وش هي وش هي عدم قطع الأشجار برافو شاطرة 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 إذن الأشجار ومحافظة الغابة تري معنا اليوم هنا ماذا بينا بعد غيس خون شوية الحال نعود ونأخذوا موعد آخر ونروح ونديروا التشجير في عدة منقروش حذيرة وحدة ولا اتنين ولا ماذا بينا نروحوا لهم قاع لأنه ولاية الإمسان زاخرة زاخرة بهذا بهذا الخضروات يعني بالطبيعة الخضراء وكامل لازم نحافظوا عليها والتشجير مهم جدا عمو يزيد دلكم أغنية خاصة بالبيئة نقول فيها نحمي بيئتنا فيها سلامتنا سلامة كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا تغنوها قاع معايا يلا البيئة كامل تغنوها معايا البيئة نحمي بيئتنا فيها سلامتنا سلامة كوكبنا وأرضنا لو تحمينا لو نحميها تحمينا نحمي بيئتنا بيئتنا بيها سلامتنا إسلامت كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا نحمي بيئتنا بيئتنا بيها سلامتنا إسلامتنا إسلامت كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا نقوم بحملة تشجيق ونلبسها كل قطرة وجملها باهي يصير يجلب يسلب النطرة نقوم بحملة تشجيق نلبسها كل قطرة وجملها باهي يزير يجلب يسلب النطرة يحيي الأيوان والطير في نبيعها العطرة يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة نحمي بيئتنا بيئتنا بيها سلامتنا إسلامتنا إسلامت كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا اشتركوا في القناة نقول Vers on Shiite لم تدرمها بألوان حات لات بها وتصفا نحمي بيئتنا بيها سلامتنا إسلامتنا إسلامة كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا بيئتنا تعالي كثير يمعيثها لنا صدر الحالي بشرها بالخير وتعيش بيئتنا حرة بيئتنا تعالي كثير بيئتنا كثيرها لنا صدر حالي بشرها بالخير وتعيش بيئتنا حرة من المنها أشر كبير يضعف بمية مرة من المنها أجر كبير يضعف بمية مرة نحمي بيئتنا بيها سلامتنا سلامت كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا نحمي بيئتنا بيها سلامتنا سلامت كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا موسيقى 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 ونلبسها كل قدر وجملها باهي سير يجلب يسلب النطرة نقوم حملة تشير نلبسها كل قدر وجملها باهي سير يجلب يسلب النطرة يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة شكرا 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 نقوم بحملة تشجير نلبسها حلة خضرة وجملها باهي سير إذن يا أطفال التشجير مهم جدا والحماية حماية البيئة مسؤوليتنا كامل يا أطفال تحبوا المدرسة تحبوا المدرسة أمو يزيد لكم أغنية بحاجة نقرأ بها نقول فيها كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما أدبا حسابا ودين كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين يا أطفال هذه الأغنية تحسيسية باش تتهلوا في الأدوات المدرسية تعكم لازم الكراس يكون مغلف لازم ما ترميهش لازم تحتفظ به يا قياد فال أدوات المدرسية مهم جدا أنك تحتفظ بها لأن الأولياء تعكم ما يقدروش في كل مرة يشيركم أدوات يا أخي الأولياء أولياء يا أخي إذن يا أطفال الاعتناء بالأدوات بالأدوات المدرسية كراستي كراستي ما تحميلين يلا تغنوها كامل معايا كراستي 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 ما تحميلين إلا علوما وحساب أدبا ودين كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين غلفتك لونا يليق أحمر وجعلت اسمي فوقه يظهر بحفاظتي هي بيتك كراستي شوقي إليك دائما بيحضر كراستي كراستي ما تحميلين إلا علوما وحساب أدبا ودين كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين كراستي 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 عامي بداء أشتاق لي أن أكتب درس الغداء فمعلمي هو يشرح درسا إذاء به يأمر أن نكتب كل مفرداء كراستي كراستي ما تحملي إلا علوما وحساب أدبا ودين كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين فيكي كتبت أدروسي معلوماتي عن كل علم أقتدي به في حياتي من أول صفحاتي للتالياتي تبقين أنسي مرجعي في مآتي كراستي كراستي ما تحملي إلا علوما وحساب أدبا ودين كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين كراستي حتى وعامي قد مضى تبقين في خزنتي طول المدى علي إذا طالت زمان أفتح صفحاتي لأذكر يوما غدا كراستي كراستي ما تحملي إلا علوما وحساب أدبا ودين كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين شكرا 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 كراستي حتى وإن عامي مضى تبقينا في خزنتي طول المدى يا أطفال كان وحد الظاهرة نشوفها دائما الأطفال فيك من العام الدراسي يبدأوا يربيوا في الكاراريس يا أطفال هذا فعل لا حضاري هذا الفعل لا حضاري ما نحبوه لحنا لاربي سبحانه للأولياء تعكم الكاراريس تعكم أنتم ما كتبتوهم يعني نابعين من الجسم من القلب تعكم هذاك العمل تعك عمه يزيد ما زال محتافت بالكاراريس تعالقيه ابتدائي نحبهم نشوفهم نشوف النقاط كيفاش كنت نقرأ كيفاش كنت نكتب إذن هذه الظاهرة تعترموا الكاراريس في آخر السنة وترموهم برا خلاص ما نحبوش نشوفوها هذا وعد هذا وعد إذن لازم نحبو يا أطفال على بلكم بالإنسان الناجح ما هو الفرق بالإنسان الناجح والإنسان الفاشل هو الإنسان الناجح أنه عنده قناعة وعنده مطابرة وعنده صبر يحب يعني يتحدى الصعوبات ما كانش نجاح للنجاح لما تشوف إنسان ناجح معناها أنه مطابر معناها أنه يحب العمل تعه إذن يا أطفال ماش تنجحه لازم تقرأه تقرأه في الوقت ما تسنجح حتى يقتربوا الاختبارات وتبدأ تقرأ يكون عليك ذقت كبير كبير لازم تقرأ بانتظام أدوات 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 شكل يعرف النوتات الموسيقية دوري مي فاسولا سيدو معروفة عبر الأزمان فبها نغني نحن ونشدو وكم تحنو بها الألحان نغني كامل معي دوري مي يلا دوري مي فاسي لسي دوري مي فاسولا سي دوري مي فاسولا سي معروفة عبر الأزمان دوري مي فاسولا سيدو معروفة عبر الأزمان فبها نغني نحن ونشدو وكم تحنو بها الألحان دوري مي فاسولا سيدو دوري مي فاسولا سيدو فا مي فاسولا مي فاسولا سيدو موسيقى موسيقى هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأسوار هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأسوار دوري ميقا صلا سيدو دوسي ما صرفاني ريدو نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صار نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صار دوري مفاصل لصيدو دو سيلا صالفاني ريتو موسيقى فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرفدها فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرفدها دوري مفاصل لصيدو دو سيلا صالفاني ريتو دوري مفاصل لصيدو معروفة عبر الأزمان فبها نغني نحن ونشدو وكم تحنو بها الألحال شكرا 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 أنا أقول لي شكراً ويقول لي مرة أخرى قول عمو يازيد أعطيك صحة الحصة التي قدرتها لنا فرحتهم وتمنى إن شاء الله تعودها لنا خطر أخرى إن شاء الله قول عمو يازيد شكراً وفرحتنا بزاف نقول عمو يازيد شكراً من حبابك يجيت عندنا وعجبني لحفلتاعك وشكراً I love you